في ظل الحملات السياسية والإعلامية الهدفة لعرقلة تشكيل الحكومة عقدت منسقية تيار المستقبل في منطقة البقاع الغربي وراشية اجتماعا سياسيا موسعا ضم وزير الاتصالات جمال الجراح وعضو كتلة المستقبل النائب محمد القرعاوي بالإضافة إلى كوادر تيار المستقبل وحجد كبير من الفاعليات السياسية والاجتماعية المجتمعون أكدوا على أن حزب الله مصر في عرقلة تشكيل الحكومة من خلال أدوات رخيصة تعمل لمصلحة النظام السوري والإيراني إن الحملة السياسية والإعلامية المبرمجة التي تقودها بعض الأبواق الرخيصة والمأجورة من غرفة عمليات سوداء بحق الرئيس الشهيد رفيق الحريري ودولة الرئيس سعد الحريري وطيار المستقبل تنم عن حالة الإفلاس السياسي والأخلاقي لهذه المجموعة التي لا تتقن إلا لغة التهديد والعنف والشتائم وتشير بوضوح إلى أمر عمليات سياسي مخابرتي محلي إقليمي يتكامل مع عرقلة تشكيل الحكومة بهدف جر البلاد نحو مزيد من التدهور والتوتر والتخريب لغايات لم تعد خافي على أحد وأخذ لبنان والعراق رهينة من أجل المساومة لتخفيف العقوبات الأمريكية على إيران ومواصلة الضغط لتحقيق مساومة دولية إقليمية في سوريا ونعبر عن رفضنا الكامل للابتزاز السياسي الذي يقوده حزب الله في قضية تمثيل ما يسمى سنة 8 أدار في الحكومة الجديدة كما نطالب جمهير طيار المستقبل باعتماد أقصى درجات ضبط النفس والترفع عن السجلات العبثية المجتمعون أكدوا على الوقوف الحازم إلى جانب الرئيس سعد الحريري في موقفه الدستوري والسياسي والأخلاقي بالحفاظ على وحدة البلد والاستقرار والسلم الأهلية وحماية الاقتصاد من الانهيار الواضح للجميع والعمل على تطبيق مقرارات سادر لحماية الوطن من الانهيار الشامل